يا عالي من بحالي نذا زيدان تعلق لأول مرة على وفاة وديع وصوف كنت الأب والأخ الحنون على عيون في أطراف كتير اتدخلت بالموضوع وضغطت عليهم فلاقوا أنه هالطلاء هو الأرار الأنسب لأول مرة بعد مرور أسبوع على وفاة الراحل وديع وصوف نجل سلطان الطرب الفنان السوري جورج وصوف قامت طليقة جورج بمشاركة منشور عبر حسابها الخاص في انستغرام نعت فيه نجلة والد طفلتها عيون قائلة وداعا وديع وصوف كنت الأب والأخ الحنون على عيون وإخوتك ووالديك رحمة الله عليك بصراحة ليس أنا المسمع الاسم كانت رغبة والدها وكانت نادا زيدان قد تصدرت التريند خلال الأسبوع الماضي بعد انتشار قصة زواجها من جورج وصوف ورفض والدها هذا الزواج بداية بسبب الفارق الكبير بالعمر وإصابة جورج وصوف بالشلال النصفي واعتبارها خادمة له كما أنها من أصول فلسطينية تحمل الجنسية التركية التي أخذتها من والدتها وكذلك الجنسية القطرية اشتهرت لكونها لاعبة رياضية وكذلك تعتبر من أشهر متصابقات الراليات عاشت معظم حياتها في قطر مع ابنتها الوحيدة عيون التي لم تكن على استعداد لإنجابها وهناك التقت بالفنان جورج وصوف وجمعتهما قصة حب انتهت بالزواج وبابنتين اسمها عيون لينفصل الثنائي بعد ذلك أنا أصلي من أب فلسطيني وأم تركية مولودة في لبنان وعايشة بقطر صار لـ 38 سنة